الصيف السنة دي يعني لو مختلف عن كل صيف أكيد بتكتب عندك كل صيف في الباب بتاعك في روزة اليوسف ومتابع أن أغاني الصيف ربما تختلف السنة دي مختلف إزاي عن السنوات السابقة أحمد سعدة عامل إيه؟ محمد حمائي عامل إيه؟ يعني يقول لنا بشكل عام تقييمك يعني للصيف ده والله الصيف ده فيه محاولات كتيرة جدا لأن الفنانين يحاولوا يعملوا أعمال تكون يعني خارج شوية المدرسة بتاعتهم لو نحن نتكلم عن حمائي أو بنتكلم عن عامر دياب حمزة نامرة برضو يعني بيحاولوا يقدموا مجموعة من الأغاني تكون مختلفة عن اللي كانوا قدموهم قبل كده وده طبعا على الآن شأن الجمهور إحنا عندنا زي ما يقول كده حالة متشبع نوعا ما من الأغاني فنحاول نعمل تجديد حتى تلاقي ده واضح في اختيار أسماء الأغاني حتى كنت من شوية بتتكلم عن قبنية اختياراتي مضمار حياتي يعني الاسم نفسه يعني ينفع كما أقول لها تكتب كده على المقربصات أو على الستاتيوس مثلا على الفيسبوك أو الحاجة دي كانت موجودة على فكرة يعني كانت موجودة الجملة دي ما متخاناشا ممكن تتألف جملة تتحول أغنية وكسرت الدنيا وكسرت الدنيا طبعا لأنها بتمس حاجة دلوقتي فيه فشل كبير جدا في العلاقات سواء بقى العاطفية أو الصداقة وواضح أنا بلاحظة من التعليقات يعني على الفيسبوك وأحيانا حاجات أنا كمان بعيشها فهي فعلا أغنية لازم تمس أي واحد فينا أكيد عنده كل واحد مننا أو حتى مش عاطفي يعني أكيد كل واحد عندنا فيه اختيار تدمر له جزء من حياته يعني المسمى الجديد كمان اللي بقى توكسيك يعني فمن بدهم برا عن الحالة دي بالزبط وحمائي برضو عمل أغنية اسمها لمون اسمه برضو مختلف يعني لايق برضو مع الصيف وفي لمحة الأغنية كمان فيها لمحة شعبية كأننا مثلا بنتكلم واحد في الصيف بيروق دماغه وبيشرب حجر فيشها الاسم ده اسم دارج يعني شعبي مع الشباب آه بالزبط يمكن كمان حماية صحاح لي برضو يعني أنت طبعا قدر أهل خبرة في الموضوع ده بس أعتقد أن حماية في الأغنية دي يمكن غنى كمان مأمات أو في طريقة غنى مختلفة هو بيقدم نفسه أو بطريقة مختلفة تماما بلمحة شعبية صحيح يعني محمد حماية دايما كان من المدرسة اللي نقدر نقول عليها امتداد لعمر دياب اللي هو بصلته شوية نوعا ما غربي لكن دلوقتي هو بيقدم لها نفسه مع فلبين وإحمد طرق إيحيا بشكل شعبي تماما كأنه مغني من مغنيين الشعبين ودي برضو حاجة تحسب له أن هو حاول يجرب ونكحت طبعا نكحت لا استقبلتها منه ورجع بقى تاني المدرسة وفي الأغنية الأخيرة اللي هي حبيت المقابلة يعني نزلت بعديها على طول مع تامر حسين وعزيز الشاف يعني المدرسة برضو اللي كان وتومة اللي كان شغال معهم يعني قبل كده بس لمنعناها تعتبر خارجة شوية عن المدرسة بتاعت حمائي كان مقدم لها نفسه فيها بلمحة شعبية بيغني بالإفهات بيغني عن رغم أن كلام الأغنية نوعا ما حزين لكن اللحن بتاعها والتوزيع راكس نوعا ما فدي برضو من السمات الأغنية الشعبية يعني اللي هي ممكن نرقص على أحزننا يعني بالكلمات وبالألحات